وصلت قيادة منتخب الشباب والرياضة بالعاصمة للموقعات عادة ممثلة بمدير مكتب الكابتن ويتان الشاذلي وصلت برنامج نزولها الميداني لأندية المحافظة للإطلاع على أوضاعها للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه سير عملها وشملت الزيارة مقرناد الجلال الرياضي والثقافي بمديرية خورمكسر واللقاء بإدارته لمعرفة تفاصيل العمل وأهم التحديات التي تواجه سير العمل بالإضافة إلى الإطلاع عن قرب على أنشطته في مختلف الألعاب واستمع الشاذلي لأهم الصعوبات والتحديات التي يعيشها النادي بالإضافة إلى تلموس احتياجاته الضرورية والتي تمكنه على الاستمرارية مؤكدا أن قيادة المكتب حريصة على تدليل كافة العراقيل وتقديم الخدمات التي تعيد للأندية حضورها الرياضية التي عرفت به منذ عقود اشتركوا في القناة